الراعي البسيط حكاية من التراث اليغسلافي كان يا ما كان كان في قديم الزمان راعي غنم يعيش في هذا المكان مرحبا اي تخدمة؟ هل يوجد فندق هنا؟ اتينا من مكان بعيد ونريد ان نرتاح قليلا فندق لا فندق هنا بإمكانكم ان تمكثوا في بيتي ان شئتم لا نريد ان نضايقك بل من حسن الحظ ان نتقابل اريد ان ادعوكم الليلة للعشاء هذا هو بيتي نعم انتظروا هنا لحظة ساتحدث مع زوجتي لحظة يا الهي الم تتعلم بعد الم تتعلم خط جميع هؤلاء مستحيل اظهر ان زوجتي متضايقة يوم ارجوكم سامعوني ليس اليوم فقط اولا ليس لدينا طحيل لنخبز الخبز ولا تزال تدعو الناس للعشاء ما هذا انك رجل متعب متعب اوه يا الهي بكت الزوجة فقد كان لديها سبب كاف للبكاء لان هذا الراعي كان فيما مضى اغنى رجل في القرية حتى ان زوجته ظنت بانها محظوظة بزواجها منه ولكن كان هذا الراعي لطيفا وكريما جدا كان يقيم الحفلات والمآدب كل يوم سيداتي سادتي ارجوكم تفضلوا وتناولوا الطعام لقد دع الفقراء والمتسولين الى بيته واقام لهم حفلة عشاء واسعة وبالاضافة الى هذا اعطاهم الاموال والمجوهرات اوه هنستعطيني كل هذا شكرا جزيلا ليس من الغريب ان نساعدكم وانتشرت اخبار الراعي في جميع انحاء البلد فجاء الناس امام داره طالبين المال والمجوهرات ولا عيب في ان يكون كريما ولكن المفروض ان لا يبالغ في ذلك وسرعان ما نفدت كل ثروته واصبح افقر رجل في القرية بعد ان كان اغنى رجل فيها وما اقصى الناس لم يزره احد تماما عندما خسر كل امواله يا الهي وفي احد الايام وكعادته ذهب الراعي ونام تحت شجرة يا الهي ماذا حدث ماذا حدث الغابة تحترق الغابة تحترق ما هذا وحدق الراعي فرأى ثعبانا يتألم بين الدخان سوف اساعدك واستطاع الراعي فعلا ان ينقذ الثعبان شكرا لانقاذك حياتي تتكلم يا الهي يا الهي نعم اتكلم ها تتكلم امسك بذيلي ساخذك الى قصر الثعابين امشي وامسك الراعي بذيلي الثعبان بشدة ودخل في شق صغير تحت احدى الصخور انا استطيع وانا ادخل في ثقب صغير كهذا لا تقلق اغمض عينيك فقط وامسك بيه جيدا اكره الاماكن الضيقة ارجوك دعني اخرج اريدك ان تقابل والدي لا شك انه سيقدم لك بعضا من الكنز لا اريد الكنز اريد ان اخرج استمع الي بانتباه لا تقبل الكنز بل بالمقابل اطلب منه ان يجعلك تفهم لغة الحيوانات هل فهمت اجبني لقد وصلنا هذا هو قصرنا الممر كان ضيقا لا عجب اذا اصاب الراعي الذهول وهو يشاهد هذا الحشد من الثعابين تأثر كبير الثعابين وشكر الراعي عندما علم بانه انقذ حياة ابنه انت لطيف لطيف جدا اريد ان اقدم لك شيئا لأعبر عن امتناني قل لماذا تريد وطلب الراعي من كبيرهم اريد منك ان تجعلني افهم لغة الحيوانات ماذا لغة الحيوانات هل هذا كل ما تتمنى اسمع حتى لو استطعت ان تفهم لغة الحيوانات ستكون عديم الوجود اذا افشيت بالسر هل تفهم ما اقول لكني لم انقذ حياة ابنك من اجل المكافأة لا اريد شيئا لا اريد لا اريد وداعا انتظر واوقفه حالا انت فعلا رجل غير اناني حسنا ساحقق لك رغبتك ولكن اذا اردت ان تعيش مدة طويلة فلا تعلم احدا بانك تفهم لغة الحيوانات ماذا عندما استيقظ الراعي وجد نفسه في المرعى كالعادة هل كان حلما يا الهي هل انت مستيقظ يا سيدي ماذا قلت لم يكن حلما لقد اصبح الراعي يفهم لغة الحيوانات الان فجاءه غرابان انه نائم هنا دائما هو نائم هنا وكثير من الكنوز نائمة هناك اذا علم بذلك سيمتهي هل هذا صحيح كنز تحت الشجرة كاش 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 وسرعان ما بدأ الراعي يحفر تحت الشجرة وفجأة ظهر الكنز يا للفرحة هذا صحيح من اين حصلت على هذه الكنوز وكيف اخبرني اريد ان اعرف نستطيع ان نساعد الفقراء الان يا زوجتي يا لسعادتي سوف لا اتركك تبذر النقود انا التي ساقرر كيف يتصرفها هل فهم حسنا افعل ما تشاءين كان الفضل زوجته المدبرة حيث اصبح بيت الراعي الفقير بيتا فخما وفي احد الايام ذهب الراعي مع زوجته الى السوق وعند العودة تكلم حصانه قائلا اسرعي يا عزيزتي لماذا انت بطيئة اسرعي ماذا يوجد على ظهر شخصان الزوجة والجنين الذي في بطنها بالاضافة الى ذلك فانا حامل ايضا ماذا يا للغبر المفرح اهنئك على ماذا تهنئني على الطفل اخيرا ستنزقين بطفل يا الهي كيف عرفت لم اخبر احدا بعد ما قال لك انه انه قل لي يا عزيزي كيف عرفت كيف اخبرني اخبرني حاولت الزوجة ان تحصل منه على الجواب حتى بعد وصولهما الى البيت لا استطيع ان اقول كيف عرفت متأسف وبعد زواج دام سنين طويلة تخفي عني اذا قلت لك السبب سأصبح عديم الوجود يجب ان تخبرني بهذا السر الاسنا زوجين لماذا تخفي عني ها 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 وفكر الراعي بان ما قالته زوجته صحيح فعلا نحن متزوجان منذ فترة طويلة وصنع الراعي لنفسه تابوتا جميلا من الخشب في اللحظة التي اتكلم عن السر سوف اموت وبينما كان الراعي داخل التابوت نظر حوله لاخر مرة سيدي سيدي اجيشي الى اللقاء في تلك اللحظة جاء ديك يحمل دودا في فمه ايها الديك اليس لديك الرحمة سيدي يحتضر وانت تلتقط الديدان ها دعوه يموت انه مضحك سيموت من اجل انانية زوجته حسن الفاظك سيدي سيموت لانه يحب زوجته اعبت عين هنا ما الفائد اذا مات هذا الرجل ليس لطيفا دائما غبي حتى لو اخطأ مرة واحدة نعم حتى لو أخطأ مرة كلام ديكي صحيح إذا موت ينتهي كل شيء هذه هي الحقيقة نعم عزيزي أخبرني بالسر هيا سأخبرك يا عزيزتي ولكن هل يرضيكي أن أموت؟ تكلمي هااا تموت؟ لا يهم أريد أن أعرف السر هيا أخبرك يا غبيع ومنذ ذلك الوقت وزوجة الراعي لا تحاول أن تعرف أسرار زوجها أما الراعي الذي كان يفهم لغة الحيوانات فقد عاش حياة سعيدة مع أصدقائه ولم يفشي سره لأحد أبدا